تمام يا رئيس لا في النيابة ساعدت فاني لا 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 هسلم الناس وهمش على طول كدب يا مومنترز عشان خد فيه فوقتي لازم يعرف يجيني دلوقتي حالة أنا محتاجه له قوي محتاجه له في اين شاء الله عايزة يسمعك محاضرة زي المرة اللي فاتت عن الحق والبطر و جد الوحامي عمل و جد العمر ناكل على اين رسي أنا مش عايزة يعمل لي أي حاجة خالص أنا كل اللي أنا طلبة إني أشوفه بعناي وخلاص يا خلاص من اللي إحنا فيه بس في أول طوح إذا كان فاتح موبايله أصلا أو شايف حضرتك يا طارق بيصدقني أنا جوايا حاجة بتقول لي يا سلمان أنت ماشي صح وأكيد هتوصل بإذن الله أو إيه دا؟ رسالة من موقع الأحداث بتقول إن الزبون فرفر واستوع للآخر وأه ساكل حضراتكم طبعا مش بلعين الحكاية أصلا ومستهيفينها ومستهيفين أنا كمان مش مش كلا مش مش كلا هو المهم دلوقت إني أطالب من حضراتكم مجرد مساعدة صغيرة جدا بإيه يا دكتور نسعتك بإيه؟ بإننا نشترك معك في جريمة نظف؟ يعني حضرتك عايز تجند معك رئيس مباحث ورئيس نيابة وتضمهم للتشكل اللي انت عاملوا بخيادة فريد كامارا اللي تعملوا على بواف المهندسين بالراحة يا عماد شوية مش كده مال إزاي بس يا راي الدكتور مش واخد باله إنه مجرد إن احنا نسمع التفاصيل الغريبة دي ونسكت عليها ونسكت لنا والمركزنا ما أعرفش إن القانون دلوقت بيفرض عليها إنه الفاسر عارضكوك يا عماد بيه الموقف مش لها الضغوط ادخل أحمد بيه بيقول لي معليك إن البشا بتاع المدرية والمتهمة اللي معاه في مكتبه بتديلي الورقة دي بسرعة وهتلهم شاي وقهوة وحاجات تحتمر ما عليك شاهد الورصة دي يا طرق بيه ما تقلقش عليها يا دكتور وبعدين خلينا في اللي إحنا فيه أنا بس عايز أقول لحضرتك إن الضغط اللي عليك في الأزمة دي من خليك تتصرف باندفاع من غير ما تاخد بالك من اللي بيحصل حواليك والناس اللي لمتها دي ما بتعملش أي حاجة غير إنها بتستغلك وتستنزف فلوسك لا مؤمنين بالفكرة ولا مشغولين بالمشكلة أساساً لا هو ده الكلام والودي وديهم يفضلوا في اللعبة طول ما حضرتك بتصرفوا من غير حساب وإن شاء الله ما عناها تحلت دكتور سليمان أنت جرح شاطر جداً لكن مش ممكن تكون زابط مباحث وتحاول تلعب جرح ولا زابط ولا أي نيلة دلوقتي أنا عبد أنا عبد يا طريب إيه ومعديش غير بنت واحدة بس اللي طلقت بيها من الدنيا البخيلة دي البنت دي هي اللي حضرتك متحفظ عليها دلوقتي في مكتب زبيلك وبعد ساعتين ثلاثة حتاخدوها تجرجروها علشان تحبسوها في قوضة متر في متر وبعد كده تحكموها على جريمة ما عملتهاش والله العظيم ثلاثة ما عملتها وبعد كده تاخدوها على ست عطم راماتها بحبل المسلع المفروض أعمل إيه؟ أعمل إيه يا ناس مفروض تلوقتي يعني أعمل إيه وأنا شايفكم تسحبوا روحكم بالإيديا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أقعد كده أحط رجلي على رجل وأفكر فمخرج بالعقل وبالقانون ملعون أبو القانون بقى ملعون أبو القانون ملعون أبو المراكز والمقامات الفرغة لو هتخليني أبعد عن نصاب لو كان هو اللي ممكن يقص بنتي من الورطة اللي إيه فيها الواحد فيكو لو غير أنف بحر وله أحوطه قدامه حينطر كم يتشعلق عليه علشان يعيش تقولي القانون القانون إيه؟ فتني من القانون أنا دلوقتي إيه ده يا دكتور إيه ده؟ حضرتك طمنتني على بنتي قبل كده بالقانون وبعد كده جيت خطاها مني بجرة علم برضو بالقانون ومراتي راحت وراحت لأكبر ناس في البلد بس علموا عليها وهجبوا على بنتي علشان خايفين أن الصحافة تتأموا منهم بيتأجروا بالقانون خدت أنا إيه ما قبل القانون ده؟ إيه ده شوية يا دكتور إنت عصابك تعالى أبعدل حضرتك عملت أقولي فلوس وبينصموا عليك فلوس إيه ونيلت إيه إيه أنا حبس سرعة دلوقتي وأنا حيطة بالقانون بتطعطة أي حد يأخذ ملوس أي حد يأخذ روح حتى ويخرج بنتي من الحفرة لأيان حرب عليك وأنا بالعادة بسرعة إيه ده أنا هعمل لك اللي أنت عايزي هاتي يا ابنك بباتلم بسرعة تغطي أمر ساعة بترعة شكرا